ماذا هيكم يا فنانين الفيديو ده مختلف شوية لانه مش فيديو تعاليمي ده فيديو انا حبيت اشاركه معاكم بالصدفة جدا لقيت على لابتوب عندي الفيديوهات دي دي الرسمة انا كنت برسمها من اربع او خمس سنين تقريبا هي الرسمة ما نزلتهش خالص لان هي ما خلصتش بس هي 95% تقريبا خلصونا وطبعا يعني اتحمست ان انا اكملها عشان انا نزلها لكم انا مش قادر افتكر اذا كنت انا صورت الخطوات كلها بتاعت الرسمة ولا بس الجزء ده ولكن ده بس الاجزاء اللي انا لقيتها للرسمة حبيت اشاركها معاكم عشان الفترة دي بجد كنت بحبها قوي كنت برسم بجد ومش فارق معايا الوقت كانت فترة الرواءين قوي بصراحة كانت وقت مبعد ارسم مش فارق معايا وقت ولا تخلص امت كنت فاضية فاضية يعني كل يوم بالليل بقعد ارسم بالساعات اسمع حاجة بحبها او كنت ساعات بشغل مسلسلات تركي لان هي احداثها موملة شوية فبشغلها وقعد ارسم عادي بقى وببقى مستمتعة جدا ساعات كنت بشغل ومجرسوم احب قوي ارسم بالليل الناس كلها تبقى نهمت كده ومفيش اي ازعاج ولا في نوتيفكيشنز على الموبايل ولا حد بيتكلم وبس انا والرسمة ومزاجي من الاسف مبقدرش الاقي ده قوي دلوقتي ظروف الحياة البيت ابني الشغل اللي بقى عندي التزامات كتير حشني قوي ان ابقى قعد ارسم وانا مش فارق معي الوقت دلوقتي انا تقريبا ممكن ادي نفسي نص ساعة او ساعة في اليوم وبقى مستعجلة قوي مصوصة ابني ظهر في الخلفية دلوقتي موم دلوقتي ببقى دايما لقى عندي وقت محدود جدا كل حاجة بحس ان انا لا امش برواءان بتاع زمان ده فحبيت ان الفيديو ما يدعش واحتفظ بيه واشارك معاكو المشاعر اللي عنده دي وجد اي حد عنده وقت فاضي وقادر ان هو يعود يرسم بجد والله مش كلشيهات يعني بقولها بس يا جماعة الحق استمتع بالوقت ده تفيدوا بيه بالذات البنات يعني قبل ما تدخلوا في الجواز والخلفة والحوارات دي كلها يعني الحقوا نفسكو كده مهما كان وراكو مذاكرات وامتحانات والكلام ده كله لأ ما يجيش اي حاجة بصراحة جنب مسئوليات البيت جواز واطفال وزوج وكل الحاجات دي اتمنوني ان انا ارجع على اي وقت فاضي اكتر عشان انا الوقت اللي بستمتع به هو اللي بأضيف اي حاجة ليه علاقة بالرسم سواء بيرسم او بتفرج على حد بيرسم او بعمل فيديوهات عن الرسم دي اكتر حاجة بتخليدي مبسوطة كده وبحس ان انا اشح انت طاقة تاني دي من الاسباب المخليين اكمل دلوقتي لاني قفلت الاكاديمي بتاعتي ودلوقتي انا شغالها في مجال الهندسة وده موضوع ما هعمل عنه فيديو الواحدة ولو انتو حابين تعرفوا ليه الفنانة اللي ثبت الهندسة ورحت لرسم دلوقتي ثبت الرسم ورجعت للهندسة قوي يعني ليه حصل ده تاني ليه ليه قفلت الاكاديمي ورجعت تاني شوالي كمهندسة كمبيوتر مش عايزة طوال عليكو اكتر من كده يارب يكون شوية الدردشة دول اللي عرفتكو اكتر عني وارابتنا اكتر من بعض اكتبولي انتو كمان في الكومنتات عنكم وبتلاقوا وقت دلوقتي ترسموا ولا مفيش عندك وقت زي تكوني عن اوقات لما كنتو بترسموا كتير واحساسكم كان عامل ايه ساعتها ولو شفتو الفيديو لحد الاخر فشكرا جدا لكم اميلوا لايك وسبسكرايب ودوسوا على الجرس لو انتو لسا ما عملتوش ده شوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله باي باي شكرا شكرا شكرا